السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب يشرح لي صدي ويسير لي أمري وحلو عقصة من لساني يفقاه وقولي إن شاء الله بإذن إحنا المهاردة بنتكلم في الزين وفكر جديد وأفكار جديدة في المطبخ طبعا هنا في باب خدمات اللي هو المنشر أو البلكونة زي ما الناس بتحب تسميها فأنا كان عندي الباب بتاعي هنا ده كان مكان الباب اللي هو بتاع المطبخ الأساسي وعندي باب هنا فأصبح أنا مش هعرف أحط فرش قطع أقلة في الجنب ده ويه الجنب ده ليه مش هحط في الجنب ده ليه مش هحط في الجنب ده أنا لو حطت قطع طبعا عندي فيه قطعة هتبقى برزها لحد بره هنا سبعين سانتي ولما يجي أحط قطعة النحية دي سبعين سانتي هنا أهي مثلا زي كده سبعين وسبعين عشان أخش للخدمات هعدي من ممر ضيق جدا جدا فكان فرض على المكان إن هو يبقى الجنب ده بس اللي فيه مطبخ والجنب ده اللي فيه قطعة للمطبخ بس بفضل ربنا شوحنا تعالى سم محمد صلاح اللي هو أنا طبعا شلنا الباب من هنا جبنا مطرح مانا واقف عملت الباب في وش الباب ليه استخدمت المطبخ معايا حرف يو يعني ايه حرف يو حتطلق فيه تلاجة بتجاز غسالة ملابس غسالة اطباق فرن ومكرويف ازاي ده كله في المساحة الحلوة الجيونة ديت هقول لي سيادتك اول ما تخش من الباب هتلاقي مكان تلاجة تعالوا قفنا كده اول حاج ما تخش من الباب هتلاقي هنا تلاجة هلاقي غسالة ملابس اهي تلاجة غسالة ملابس في الضلع ده او تلاجة وديب فريزر العميل احنا عملله غسالة في المانشر جوه في البلكونة يا جوه غسالة الملابس يا هنا لو هنا تلاجة ديب فريزر في الجنب ده ملوش علاقة باي حد ده حاجة بنحقق مسلس الحركة هنا جزء التبريد جينا كده جزء المية حط غسالة اطباق بتجاز هنا بالزبط كده يعني بتجاز مكان هنا كده فرن ومكرويف مكان الفشتين دول يبان ده حققت اللي انت محتاجه قاله وهو حوض انا كده واقف على الحوض الف وشي بقيت واقف على البتجاز ده مسلس الحركة بقرب الحركة من الحوض للبتجاز عشان لو انا واقف فضخ عايز اخسل ايدي عايز اخسل حاجة هلف وشي حركة النقل نقلة واحدة الف وشي اخسل حاجة وارجع تاني على البتجاز اشيل من البتجاز احط على الفرن والمكرويف معايا استخدامي مين كذلك الامر انا واقف على الحوض استخدامي ايما يمين عندي غسلت اللي اطباق هفتح وحط غسالة يمين غسلت الملابس خلاص عرفنا هنا او هنا تلاجه دي في ريزر يبقى اصبح اليونيت بتاعي من فوق كده قطعة تخزين كده قطعة تخزين كده قطعة تخزين علوية لف كده قطعة تخزين ووقفت حطت فرن مكرويف حطت فرن حطت شفات بوتجاز حطت شفات طبعا الشفات اللي فوق دوت طبعا دي حاجة سوبات خالصة ما تنفعش اطلاقا بالمرة ليه ما تنفعش الشفات هنا الشفات ده هياخد من هنا وهيطرد في البلكونة تعالها تعال هنا كده البلكونة حضرك اللي هناك دي ده شباك حديد وهيبكى بشباك ألموتال فالشباك طبعا مقفول لان فيه برة حد هيبقى عالسلم فحد هيشوفني فبالتالي مش هينفعنا نفتح الشباك كتير طب الشفات ده لما هيوشفت دلوقتي المية الهوا هيروح فين هيطلع في البلكونة ويعمل باك ويرجع تاني او يخش في الحمام هنا او يخش فيه حمام الديوف طب احنا هنعمل ايه يا عم محمد هقول لحضرتك هنعمل ضقت مصورة ستة بوصة هنركب شفات دائري اسمه شفات دائري هيركب جوا المصورة وتطلع على برا المنشر هناك خالص كذلك الامر هنعمل فوق البتجاز هنا حضرتك شفات بلت ان بمدخانة وتطلع بمصورة بدكت على برا يبقى انا اصبح دخلت من البلكونة بخمس مواسير بخمس اربع مواسير مسورة شفات للحمام مسورة شفات للمطبخ مسورة شفات للدكت مسورة شفات لحمام الديوف والشفات طرد وطلع على برا هناك خلاص الموضوع انتهى معاك تماما ما عنديش روائح للاك ما دخلت ليش تاني جوا المطبخ بتاعي لا اولا دخلت لي في البلكونة البلكونة حيننا فيها غسلة ودلاب غسيل ومجفف مثلا وفيها منشر فبالتالي مش هينفع شئم روحة الطبيق لا انا عملت لك ضقت على برا هناك خالص بإذن الله مش الشغل القديم اللي احنا شايفينه دوت اطلاقا بالمرة 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 طبعا حطينا البلعة بتاعتنا خمسة وسبعين في خمسة وسبعين عشان تيجي في الكورنر مع التقاء الوحدتين بقيتها في الكورنر ما تجيش تحت رجل حد ولا اي حاجة طبعا عملنا بنجهز للعزل بتاعنا عملنا دردل التقطير ان شاء الله بيطلع على برا هناك برا المنشر ينقط لي برا لو في عندي مشكلة ان شاء الله يا رب امود اعجابكم وبإذن الله انتظرون على صفحة صباق شاطع على فيسبوك وكانت صباق شاطع على اليوتيوب ولا تنسرون على مشاهدة عاكم دعوة صالحة من الرجل صحتك فينا بالدنيا وما فيها ودعمونا علشان نستمر معكم بإذن الرحمن علشان بتزدنا حماس ومطاقة واللي عنده رأي او كومنتي ايجابي يتفضل واللي عنده رأي سلبي يخلين نفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر